اهلا بحضراتكم بارح وزارة التعليم قالت انه هيتم اجراء بعض التعديلات على مناهج سنة 4 اعتدائي في السنة الدراسية اللي جاية وده لكي تتناسب مع الخطة الزمنية للسنة الجديدة وكمان تحقق الهدف التعليمي والتربوي للطلاب عشان كده هنسأل النهاردة هل هتكون التعديلات دي كبيرة على المناهج ولا هيكون فقط تخفيف للمناهج ايه اهمية الاجراء ده لطلاب سنة 4 اعتدائي اسئلة كتيرة هتجاوبنا عليها الدكتورة محبات ابو امير استاذ المناهج والعلوم التربوية بكلية البنات جامعين شمس والعميد الاسبق ليه الكلية صباح الخير عليك فان صباح لكي محبات يا اهلا بحضرتك دكتورة ومحبات اهلا صباح لكي منورنا فان دكتورة هل هي هتكون تعديلات ولا تخفيف للمناهج طبعا انا سعيدة ان انا معاكم النهار ده هو انبارح تدعي القرار بس بدون تفاصيل يعني مفيش تفاصيل في القرار لكن القرار قرار حكيم لكن هو متأخر مش مشكلة بس المهم ان جاه يعني متأخر بس جاه يعني افضل ايه ما يكونش فيه قرار تعديل منهج ربع ابتدائي انا اتصور ان ده مطلب تربوي قبل ان يكون مطلب شعبي بمعنى ان يعني انا اطلعت على المناهج بالزات منهج الرياضيات وحكم تخصصي اربعين سنة في هذا التخصص وخبرتي التربوية فلاقيت ان فعلا الكم الموضوعات بعض الامثلة بعض التمرينات فوق المستوى العمري للطالب او الطفل الصغير في التعربة ابتدائي وفي نفس الوقت لا يتطفق مع الخطة الزمنية اطول واكبر من العام الدراسي زي ما كان بيقول بعد اولياء الكم بالزبط كده في الحقيقة طبعا احنا دلوقتي الدراسة ان شاء الله هتبقى فيه اول اكتوبر فاحنا بقى محتاجين من هنا لحد اول اكتوبر او قبل ما تبدأ الدراسة ان احنا نعمل مش هقول تجيير لان ما نفعش اغير المنهج لان فيه ايجابيات نقدرش نقول ان كله سلبيات فيه ايجابيات وفيه سلبيات فاحنا نتخلص من السلبيات ونحط بقى حلول مقترحة لما يجب ان يكون عليه منهج الصف الرابع الابتدائي ايان كان بقى علوم رياضيات لغة عربية دراسات الاجتماعية بحيث ان هو يحقق ايه المعيار التربوي وايضا يخفف عن الطالب بحيث ان هو يشعر بان ما فيش يعني عقله مش مزدحم بالمعلومة وخاصة ان ده طفل يعني رابع ابتدائي ده طفل ازاي دكتور نحط منهج منهج تربوي يفيد الطفل اللي لسه داخل الربع ابتدائي ده واحنا بنكتلم ان احنا عايزين جيل مختلف جيل يتعلم بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي احنا تعلمنا بيها وفي نفس الوقت ما يكونش فيه اعتراضات من اولياء الامور لانه دايما هناك اعتراضات من اولياء الامور على التغيير اللي بتعمله بزارة التربية والتعليم حتى وان كان هذا تغيير في صالح الطالب او بيصب في صالح الطالب بشكل كبير لكن بيكون لست مفهوم عند الاسر المصرية وبيكونوا القانين عشان السن صغير وعشان المناهج طويلة وعشان المناهج مختلفة وعشان طرق التدريس المتطورة الجديدة بس هيك هو يعني مش هنقول كل اولياء الامور لانش تعميم غلط هي بعض اولياء الامور هو اولياء الامور بيقلقوا مش في ربع ابتدائي بس بيقلقوا في ربع ابتدائي بيقلقوا في الاعدادية بيقلقوا في السنوية العامة يعني احنا نتكلم كمان على دفعة ربع ابتدائي دي عشان دي اللي كان هقولك هي بس مشكلة ربع بس عشان اوضح اولة وثانية وثالتة ما فيهاش اي قلق ليه عشان ربع هي بداية الامتحانات هي دي النقطة الاساسية ربع هي بداية الامتحانات عايف حاكي لو ربع دي ما فيهاش الامتحان ما كانش فيه مشكلة فاحنا قصة الامتحان دي عايزين نغير ثقافة المجتمع يعني لو احنا قلنا مثلا في ربع ابتدائي هنعمل امتحانات ما نعمل امتحانات كويس زي دول العالم المتقدم انت حاكي شفت عندك مثلا قرية الجنوبية اليابان فنلندا سنغفورة دي الدول الاول في جودة التعليم فانا كوزارة او كمصر بستفيد من هذه التجارب وانا بعمل ايه خاصة ان العلوم ورياضيات انترناشن يعني هي انترناشن يعني المناهج العالمية بس بيختلف فيه المصطلحات والرموز والاسماء والكلام ده بقى فيه ادبتيشن او تكايف مع البيئة المصرية شين كده انا باطلب برضو من السيد وزير التربية والتعليم الجديد ومناني من هذا البرنامج الزميل الدكتور رضا حجازي ان لما يعمل تشكيل لجان او وطفر بقى هيعدل المناهج ازاي ياريت ياريت مهم جدا اي مصطلحات او اي معلومات مستوردة موجودة في الكتب اللي هي كانت يعني في سنة رابعة اخدوها انها تتحذف تماما لانها لا تتطفت مع الثقافة والبيئة المصرية ونبتدي بقى نشوف منها خمسة كمان لان الولاد اللي هما كانوا في سنة رابعة السنة دي هيبقوا عندهم اين؟ خمسة السنة الجاية ده معناه دكتورا ان هما تظلموا الطلبة اللي كانوا في سنة رابعة السنة اللي فاتت واولياء الامور كان عندهم حق يعني هما انتقدوا بشكل كبير جدا منهج سنة رابعة ابتدائي وكننا بنقول دي تجربة جديدة ولازم نشوف تجربة لحد نهايتها هل ده معناه ان اولياء الامور كان عندهم حق؟ هو انا مقدرش اقول الظلمه لان ما عنديش نتائج يعني لازم يبقى عندي احصائط ونتائج عشان اقول الظلمه او ما تظلموش لكن من قراءتي للمشهد التربوي وكا يعني استاذة تربوية انا شايفة طبعا ان المنهج انتهاك بفوق بتتكلم على 375 صفحة لطفل في رابعة ابتدائي فده ده في لود عليه يعني فيه صعب مذاكرة صعب عليه وانا طالبت ان ينشيل جزء كبير نحطه في دليل المعلم لكن يعني تخفيف المناهج هو الحل الحل بس مع المحافظة على الاساسيات لان فيه حاجات كويسة ما اقدرش انكر ان فيه موضوعات كويسة بتتناسب البيئة المصرية لكن خليني اقولك ثقافة المجتمع والمقاومة ان طبعا فيه حاجة اسمها جربات المامي هات انا يعني مالش عارفينها طبعا كلهم انا اقول لها حاجة حاجة انا مع الرأي العام قلبا وقالبا بس يعني احنا مش معقولة ابدا كل ما هنيين زي ما حديك فقلتش التطوير والتجيير والمقاومة من المجتمع مش معقولة كل ما هنعمل حاجة جديدة علشان ننمي الابداع والتفكير عند الطفل حنلاقي بعض الجربات ومش عارفة مين مسؤولة عن قد من ايه ولا ايه والكلام ده كله غير رسمي على فكرة دي حاجات بتتعمل غير رسمية فدي برضو بتعمل بلبلة في المجتمع فانا شايفة اللي احنا حالة حوار مجتمعي حقيقية يعني انا اقدر اوصل حتى لو عن طريق سوشال ميديا كوزارة تربية وتعليم يكون لي وجود داخل المنصات دي اتكلم مع الناس اسمع مشاكل الناس وترجمها بشكل بقى يعني عملي ده اجابة على سؤال سيادتك مهمة جدا احنا بقى نعملها بطريقة رسمية بدل ما تبقى كل انت سيادتك عارفة دلوقت في كل من هبه وده بيطلع يطلع فيديو من بيته من النازي من العربية والدنيا فوضى انا كتبه مقالة اسمها فوضى فيسبوكية ده بيأثر على الامن القومي المصري على فكرة لكن احنا نعملها بقى الاجابة على سؤال سيادتك نعملها بطريقة رسمية نعمل حوار مجتمعي نعمل كوشنير او السبيان يشارك فيه اولياء الامور اولياء الامور نفيش مشكلة ابدا من خلال مدرسهم من خلال المدرسة يعني حوار رسمي من قبل الدولة حاجة تانية نشارك فيه بقى الممارسين الميدانيين اللي هم مين بقى اللي هم حضرك المدرسين اللي في ميدان الموجهين كل دول الصحفيين القبار اللي في التعليم انت عند السيادتك ناس متخصصين في التعليم في الصحافة بقى لهم اكتر من 25 سنة دول على فكرة لهم خبرة طبعا لهم خبرة وتحقيقات صحفية وعندهم حاجات كتير او فلان شي في الحقيقة ان نبدأ بقى نبدأ حوار مجتمعي من الان سواء فيه منهج ربع ابتدائي او فيه قضية السنوية العامة المصارى ايضا واللي فيها مشاكل والامتحانات والغش والتسريب وما شابهة ذلك ونبدأ من الان بس بطريقة رسمية يعني حوار مجتمعي بطريقة رسمية يمثل فيه كل فئات المجتمع عظيم دكتورة محبات ازاي بيتم تقويم وتقييم المناهج يعني ازاي نحط منهج او مثلا لو بنكلم دلوقتي على منهج سنة ربع ابتدائي احنا قلنا ان احنا هنخفف جزء منه لانه كان المنهج كبير جدا على التلاميذ في الوقت ده فاحنا هنخفف جزء ايه الجزء بالزبط اللي يخيف مين اللي بيقول الكلام ده انت زكي جدا وسؤالك يعني جه في الجون لا طبعا هو يعني سؤال وجيه لان مين اللي بيضع المناهج ده السؤال اللي انا طرحته مع الالامي احمد موسى في نوفمبر القادم على الهواء لان لقينا الكتب حطوط قدامنا كده وكتب كبيرة وبعدين لما فتحنا الكتب ما لقاش كنا دايما لما بتفتح حالك اي كتاب بتلاقي اسماء المؤلفين يعني الدكتور فلان الاستاذ فلان موجه استاذ جامعة واتفاريان الحقيقة الكتب بتاعت السنة رابعة ما كانش عليها اسماء مؤلفين ولذلك انا طرحت السؤال ده على الهواء فالاجابة على سؤال سيادتك هو مش عندي انا هو عند وزارة لان انا لا امثل وزارة التربية والتعليم انا واستاذة جامعية تربوية انما قارئة للمشهد التربوي انما الاجابة على سؤال سيادتك انا اتصور ان المفروض ان اللي يضع المناهج ناس متخصصين ومنهم السادة المستشارين اللي في الوزارة مبارح يعني تصريح صادم برضو من احد الصحفيين اللي مسؤولين عن التعليم في جريدة قومية ان المستشارين لم يشاركوا في المستشار يعني ايه يعني مستشار الرياضيات مستشار اللغة العربية لم يشاركوا في اعداد هذه المناهج او في مراجعة هذه المناهج واذا كان هذا الخبر صحيح فانا اتصور ان ده خطر جدا هم دول حضرتك بقى الاجابة على سؤال سيادتك اللي المفروض انهم يرجعوا المناهج وفي نفس الوقت في مركز اسمه مركز تطوير المناهج تابع لوزارة التربية والتعليم ده المنوض يعني ده المسؤول عن اعداد هذه المناهج مش ان احنا مثلا نجيب ناس خبراء من بره احنا ما عندناش مشكلة نجيب خبراء من بره يعملوا اتشيك اوب او يرجعوا منهجنا ويشوفونا احنا ماشيين صحة او غلط بس برضو احنا عندنا خبراء مصريين واسدزة تربويين ومدرسين ومواجهين ومتخصصين على فكرة يقدروا ان هما يقوموا بهذه المهمة صحيح احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتورة محبات ابو عميرة استاذ المناهج والعلوم التربوية بكلية البنات جامعة عن شمس والعميدة الاسبق لكلية البنات شكرا جزيلا على وجودك معنا يا دكتور